السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم معي في فيديو جديد ووصفة جديدة كالعادة اليوم ان شاء الله اقتراح جديد ووصفة جديدة كيفما عودكم دائما وصفات اللي سهلين وفي المتناوى الاقتصاديين والدادين في نفس الوقت اليوم ان شاء الله اقتراح ديال قغير الطعم بالخضر يجي اه نوع اقتصادي وما فيش بدون اللحم يعني غير بالخضرة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة و لا تنسوا لي لايك في الفيديو اول مالك قطعتها قطعتها كمربعات قطعتهم قطعتهم في الكسرونة لتسلقوا و قطعتهم الملحة سوف نعطيكم المقادر طريقة في نفس الوقت قطعتها كدوائر من بعد قطعتها كمربعات طريقتي في تقطع البصلة يعني تجيني هالطريقة السهلة يعني تجيني هالطريقة السهلة يعني غادي تديروا يعني اي خضراء انتو ما كتفضلوا في هذا القطاع هذا يجي صراحة صحي و كيياكلوا الوليدات يعني بلا ما يحسوا يعني لما كيياكلوش لها اولادة الخضراء يعني تقدر تدير هذا القطاع هذا و كذلك إلا بغيتوا تضيفوا الكفتة او لدجاج او لطن فا اي مكليكم انا هنا قدمتوا معاكم يعني بدون اي لوحوم و انتم هذه الساعة غادي تنتوم عليكم الاختيار إلا بغيتوا تضيفوا الكفتة يعني معا من غادي تكون تشحروا في البصلة غادي تضيفوا الكفتة في اول مرحلة يعني لكم الاختيار عندي هنا اي واحد الفلفلة كذلك غادي نقطعها مربعات بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا فإلا بغيتوا المزيد من هذه الاقتراحات هادو اللي ساهلين فما عليكم غير تكتبوها لي هكا في التعليقات لا تنسونيش اخواني اخواتي من لايك للفيديو تكتروا اليام اللايكهات باش نعرف ان هذا الفيديو هاد هادو كي يعجبوكم وباش نتشجع ونزيد نعطيكم ان نزيد بحل هذه الاقتراحات هادو فما عليكم غير تكتروا لايك للفيديو يعني اللايك كي يساعد ان الفيديو يتشاف اه وعندي هنايا كيف ما شفتو عندي الجزر وعندي كذلك الكورجيت اولى القرعة الخضراء عندي جوج حبات دي القرعة الخضراء او جوج حبات دي الخيزو وواحد الحباء دي الماطيشة كيف ما شفتو راني خيزو حكيتو الحكاكة طويلة يعني بهذا الشكل هادا كذلك القرعة حتى هي حكيتها على شكل طولي وغادي ناخد هاديك ماطيشة اولا طماطين مادي نقطعها مربعات لصغيرة وجانبا راه البصلاء وفلفلة راه مكيت شحروا مع شوية زيت كيف ما شفتو يعني انا اه كان خدم هنا وهنا يعني كان نشحر البصلاء وفلفلة كذلك كان نقطع في الخضر جانبا وبططر هاكا تسلق يعني يكون شي في خطره باش كان وجدو هاد الكخطان هادا في اقل وقت ممكن كيف ما شفتو بعد ما دبالت هديك البصلاء وفلفلة راه نضفت ماطيشة مع تحريك المستمر باش ما تلصقش لي اه الخضرات ديالتي سافي من بعد كام ضيف خيزو والقرعة الخضراء او لا الكورجيت والتوابيل كيف ما شفتو لو ما اضفتهاش في اللوول غير باش ما تلصقش لي او ما تتحرقش لي اه كام ضيفها حتى الاخر مرحلة سافي هنا كام مشتو بعد ما دبال هادا كخيزو يعني الخضرات ديالتي طاحت هدي نضيفół هدائك البتاتا مبعد ما تسلقات كنصفيه و ه نضيفها و ها نضيف شوية لثومة غبرة شوية ديالة شوية تبلغة شوية للإبزار شوية شوية د خرقوم و شوية ديالات حميرة أي بابريكا شوية سكنجبير يعني شوية شوية من الحاجة ماشية بزاف و غادي نحكو واحد شوية ديالة زعتر في اول مرحلة مع الوصلة تضيف توم محكوك في اول مرحلة صافي والربيع كيف مشتوف اخر مرحلة نردها فق البوطة نقرب لكم نردها فق البوطة تشرب تيك العطرية نصيبه سوس بشاميل نضيف تحليب نضيف تحليب نضيف تحليب نضيف تحليب نضيف تحليب نضيف مقادر نضيف حجم العائلة نقص منه نضيف نصف كمية نضيف تحليب لتحليب تحليب نضيف نضيف سوف نضيف الخضر كاملة سوف نضيف الخضر الجوزة سوف نضيف الخضر من الخضر وضيف خضر الملحة لديكم من الملحة نضيف الخضر من الخضر وانا اه هاد دقاغتنا خليتوا عادي وانتما كتفنوا فيه يعني كيف مما ابغيتوا انتما تنقصوا ولا تزيدوا لكم الاختيار سافي في اخر مرحلة غادي نحق شوية الفرماج الفرماج الحمر اولى الموزاريلا اللي عندكم وغادي ندخلو الفران سخون عافيتكن وتبسطة غير دقاغتنا يعني عندي كل شي طيب سافي تقريبا ديك تولد عشرين دقيقة تقريبا احترنا الساعة وانا بعد كنهبطو يتحمر لعافية تكون مهيلة باش كي يجي ذلك اللون موحد وانا بعد ما طاب كيف مشتورة كي يجي محمر وذلك اللون كي يزوين فيه وكي يجي واحد الغاطة اللي صارحة كي يجي ازوين وخاما فيه شلال وحوم لوالو ذلك الفرماج كذلك وديك الصلصة كتعطيه واحد لبنة وكانتمنى تجربوا هاد الغاطة عنده يعجبكم وما تنسونيش اخواني من لايك للفيديو بارتجيو على اوسع نتاق باش تعمل فائدة مع احبابكم وصحابكم على مواقع التواصل الاجتماعي ولا عجبكم هاد الاقتراحة هادو مغير كتروا من لايكات وكتبوا ليه في التعاليق باش نزيد نعطيكم المزيد هنا قطعت معكم مرسو باش شوفوا كيفاش كي يجي من الداخل نتمنى يعجبكم ونال استحسان ديالكم وهنا كدلك رفقته مع واحد الروز كدلك كتبوا بالخضراء هاد مهار عالمي ديال الخضراء يعني ما بدون لوحهم الى بغيتوا هاداك الروز فمعليكم مغير تكتبوا ليه في التعاليق حتى هو كي يجي زوين غير بالخضراء كي يجي ولا ارواح وهنا وصلتني هاد الفيديو كانت مني نينال اعجاب ديالكم ونكون خفيفة ضريفة على قلبكم واسلام عليكم الى فيديو قادم بحول الله الى اللقاء نهاية اشتركوا في القناة